وفي سياق متصل أبدال شارع الرياض يتفاؤله بنتيجة مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الكوري مما يؤهله للعودة إلى المنافسة على المركز الثالث مباراةنا اليوم صعبة لأن الفريق الكوري ينافس على الصدارة المفروض أننا أيضا منتخبنا يتحضر نفسيا وبدنيا لهذه المباراة اليوم الفوز بالنسبة للعراق سيضطينا أمل على البطاقة الثالثة فنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني ونتمنى أن اللاعبين يكونون مهيئين نفسيا لخوض المباراة وما يستعجلون الصبر في كرة القدم مهم جدا خاصة قدام فريق مثل كوريا هجمات تكون سريعة ومنظمة وممكن يخطرك في أي لحظة فنتمنى الفوز اليوم لتحقيق نتيجة جيدة للمنتخب الوطني العراقي إن شاء الله المنتخب اليوم يفوز 2-0 أو 1-0 وهذه التوقعاتنا إن شاء الله ونحن ندعو لهم إن شاء الله بكل خطوة وبكل لعبة وبكل مكان يرحول له وإن شاء الله صاعدين ومتهائلين إلى الكأس العالم إن شاء الله نتمنى يعني إحنا الفوز لمنتخبنا حتى دعم للجماهير العراقية لأن بالمباراة السابقة منتخبنا لن يقدم الصورة الأفضل على المباراة السابقة وإن شاء الله نتمنى الفوز لمنتخبنا أمام كوريا الجنوبية بالرغم من كل انتكاسات والظروف المربية المنتخب الفترات السابقة المباريات الخمسة السابقة يعني أربع تعادلات وخسارة نعتبرها يعني فالانتكاسة أول مرة يعني مرهج المنتخبية وظروف لكن يعني المباراة الأخيرة استحسننا يعني شفنا المنتخب يعني وضع شوية تعدل شفنا فريق شوية فريق منظم فريق يدافع زين يهاجم زين أما مباراة مع كوريا مباراة صعبة لكن هي بعد ماكوية اليوم لازم أنت حياته وموت أما يعني تكون تبقى بصدق يعني تنافس أو تطلع من البطولة نعتقد يعني لاعبين اليوم يحسون بالمسؤولية ريدهم اليوم يراضون الشعب العراقي وراضون شارع الرياضي اليوم نتيجة زينة إن شاء الله كل شيء راح ينمحي كل التوفيق المنتخبنا الوطني إن شاء الله تحقيق نتيجة إيجابية ضد منتخب كوريا إن شاء الله يرجعون يرجعون بالمنافسة ونحقق حلم التاهل لكاس العالم إن شاء الله